اشتركوا في القناة 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 الريحة الكريهة اللي أنا شممها مين أفضل لعب في الزمالك اليوم مين أفضل لعب في الزمالك اليوم قول الحق وما تخافش من حد أشوف شويت شيء أشوف الإجابات سوز محمد تفاضل معنا أو لا ما شاء الله سوز زينب محمد أعواد سوز سوسو أعواد بعض بيقول محمد علاء بعض بيقول مصفق فاتهين أستاذ لانا عواد أستاذ مجد عواد أستاذ جرجس عواد ممزوز عواد أستاذ ساميع عواد البعض بيقول محمود علاء وكدة عواد 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 الأغلبي عواد في بعض بيقول طرع أحمد أول بدون هزار وبدون نفاق أحسن لعب النهاردة أنقذ الزمالك من هزيمة عواد راجع المباراة الناهرد عواد مب jeden Samuel انتخذ الزمالك من كم جنون؟ ده فيه كورة؟ انتخذ الزمالك من جنون وراء بعض؟ ولا ايه؟ كل متفق على عواد اذا لم يكن نجم المراه الاول فهو ههم نجم المراه عواد هو النجم عواد هو النجم والاسباب كتيرة اما انتخذ الزمالك من اهداف عاد يتواجدهم مرتين وفي البقى مصدقاش والحكا مع حسابها جون كنا قولنا عواد ده أخر معواد ده ما يلعبش كرة الرجل عمل اللي عليه وكان رائع فانا شايف ان عواد هو منه من وراء ليه يطلع الحساب الرسمي لزمالك يقولك محمود علاء هذا خطأ كبير طب ما كلنا متفقين محمود علاء بس محمود علاء كان في كرة عمل فيها أسست انت عاقبيني ان انا مرحبش ان انا قطع في لعبة الزمالك بس كان ليه غلطة انها قدر كده تعمل كارسي نجمل لقاء الاول بلا منازع وابلا كام عواد بعض الناس اللي بتقول برضو كانت تسلم ومش تسلم طب لو ده كانت تقول حاجة بسفارك الزمال حضرتك بتقول ايه يخرج بتعواد ايه الجل خرب ده ما عارفش يصدق الرجل يعني عمله اللي عليم شجال يعني ايه ما بيشتغلش على الصفارة بيشتغل بيحفظ على عارين الزمالك نقوله ديك اوفسايد برضو ده ده خطأ ده خطأ بعد كده عواد هعمل له تريفون دلوقتي عواد لما تلاقي الكرة شكلها كده اوفسايد فوتها يا حبيبه ده كلام الرجل بيدافع سواء الحاكم طب لو بتاع الرأيه ولا الحاكم صفره وبعد ما صدقه مرتين فار ميني هقصص جودة الصباح بكيه فار ايه بس فار ايه ما انت عارفين الفار والمخرج ساعة الزمالك وده حس ان هم مثالين او عايشين في مجتمع المدينة الفاضلة وما تعملتش فينها قبل كده اتعملت فين على كل حال عواد هو رجل المغرأ محمود علاء لم يكن رجل المغرأ ما اعتقدرنا ليه وانه كان احد النجوم ولكن انا شفت كرة مرضاتش اتكلم عليها والله لاني مش بحب السيد احمد السيد بيمكلامهم الصح يلعب على الصفار برافع بيك وقال انت كنت لعب كرة جامد احنا من هنا بنقول لعواد برافعواد انت لجم المغرأة الاول انت رجل المغرأة الاول ولك كل التحيوة والتقدير على تفوقك ونبوغك اليوم وان انت حفظت على شباك الزمالك في يوم كان يوم سيئ في اداء كل لعب الزمالك كان يوم سيئ ده مش الزمالك ومنعرفش الزمالك اللي كان موجود النهاردة اللهم اذا عواد والجول اللي جابه مصطفى فاتح حتى مصطفى فاتح مكانش فيه ولكن احنا عادتنا ان احنا منوقف جنب اللعيبة وبنقول ربما مشاكل الادارة وربما تأخر الفلوس وربما 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 ده يكون لي اي سبب في الشكل المهزن اللي احنا شوفنا بعض الابواق الغير وعية واللي مش فهمة واللي هدفها طول الوقت اللي هي تحطم في نادي الزمالك حجمة اشرف بن شرقي بشدة النهاردة وقالوا ان هو هرب من المباراة وسافر الى المغرب طبعا احنا عارفين ان احنا مندس بين الزمالكوية دائما ناس من الجنب الاخر لتحطين لعبة الزمالك فللأسف للأسف للأسف هتلاقوا في ناس متهاجم بين شرقي وانه هرب وهم ما عندهمش يعني ثقافة المعلومة ما عندهمش اي اتصالات ممكن يتصل بحد في الزمالك في الجهاز الفني او في فاي حد تاني هو يعرف منه المعلومة اليوم قرر كارتلون استبعاد اشرف بن شرقي تماما من المباراة فقرر الرجل ان يسافر ما لما لا فيه طيارة وفيه وقت فسافر بعد ازنك كارتلون ممكن تسافر تسافر يا حبيبي معرفسها وسافر وسافر فدي خلاص الموضوع عشان ايه لا تسمعه السفر المنفاجئ اللي بين شرقي ولا مفاجئ ولا حاجة المدرب قال له انت برق تشكيل المبارا عشان الاصابة اللي عندك قال له طبع منك انا سافر بدري عشان اشوف حالي وشوف عيالي وشوف بيتي وشوف ناسي وشوف اللي هو سافر خد ازنك وكارتلون مفاجئ وقدر ازنك خلاص الموضوع لك كده اذا الفناكيش اللي بيحاولي وقاة ما بين من شرقي وقدرة الزمالك دول فناكيش ملهمش اي الازمة كارتلون قال ايه بعد الماتش وكان هناك اصرار على الفوز وقال ان الفريق كان يسعى لسجيل هدف تاني ولكن لم ينجح في ذلك رغم الفرص التي سنعت الزمالك على مدار الشطين وانه بيعتمل على جميع اللاعبين في ظل ضغط المبارات وعرض مصول اللاعبين على الرعاة الكافية يعني انا مش مصدق على الرعاة الكافية ده بتكون شوية بتديهم ست وسبعة ايان وقال انه يحرص على تجهيز جميع اللاعبين مشاركة في اي وقت وان احمد فتوح لهاب جناح ايسر وشارك فيه من قبل وان اسلام جابر وعبدالله الغمعة يلعبان في اكثر من مركز وقال ان في حالة الخسارة سيتعرض الانتقلات وفي حالة الافوز الجميع يشيط به يعني ده كلام كلام وميهموش برضو انا ما زلت مستغرب ان كارترون بعد كل مباراة او توقف يرزع لعيبة ست سبع ماتشاط النهاردة امرزعهم ست ماتشاط تقريبا ازبوع ازبوع اجازة مع اكتر اجازتك يا كارترون يارتنا من الشغل عنده مراحش اوستس كمان هقولك دلوقات تفاصيل كلها تأكد غياب احمد سيد زيزو لبوسط فريق الزمالك بعد مباراة المقاولين اللي هتقام ايوم 21 دسمبر بعد حصوله على البطاقة السفراء اوستس سرح ازبوع لنهاية البنس هو ارض عليك هقولك كل حاجة واكتر هقولك شوية اسرار كمان بس رجاء الصراحة انت مثلا مدقل بتسسل بس مش عامل لايك يعني انا دلوقتي اسماء المتين السابعة والتسين اللي عمليون لايك فيهم اصدقاء حبايب قلبي وناس محترمين انا بقى اجيل لهم مش عاملوا لايك يعني رجاء رجاء زي ما الواحد تعبنا بشان خاطركم اعمل لايك بقى قدامي دلوقتي حتى الديسلايك خلاصت لبناه مبقاش فيه ديسلايك ديسلايك ده تعمله لنفسك متعملهوش لينا اما لايك فبيظهر بيظهر للاسماء الناس دلوقتي ففيه ناس حبايبين فيه ناس محترمة فيه ناس مثقفة اعمل لايك تاخدوا الفجئات فعرفنا كده ان زيزو تم ايقافه المباراة ومش هلعب المتش اللي جاي لانه قبل كده كان حصل على بطاقة في طرق الجيش وبطاقة في المتش الاقلي ودي البطاقة التالتة مستغرب حملة اهلوية شديدة وحملة سيراميكية شديدة بعد المباراة على الحكم ان الحكم ما حسبش ضربة جزاء للسيراميكا حد فيكو خد بالو ان الحكم ما حسبش ضربة جزاء للسيراميكا الدنيا يعني ممكن الحكم ما صفرش انتهت من براه ناسين كل حاجة من الاهلي ما شاء الله فرد اهو بفرق ما شاء الله كام كتير لوقت كتير اهو يعني الدنيا حلوة معاه هلوين على الزمالك اكتر حاجة يعني بلافة تتنظري هما بيقولك سيراميكا ليه ضربة جزاء والحكم تبقى بالزمالك وده كله انا شايفه في الفنكوش احنا لو شوفنا حاجة زي كده 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 قلنا ما بنتأخرش يعني احنا بنقول حقيقة دايما باي حاجة ولكن هي حملة تحطيم الزمالك اكتر من التحطيم لك كان في واحد اسمه معطاز البطوي المدير الرياضي لسيراميكا استغلها فرصة وطالع يقول كلام موزوم ويريت ينفزوه بيقولك انا عبدو طالب بتاعيين رئيس لجنة حكام اجناني في الاتحاد لمصر الكوت القدم يا سيد يا بيت والله ده احنا اسد زيتنا الاستاذ محمد فاضل والدكتور سامح ردوان والاستاذ جودة عودة بحى صوتهم من ازمه يا ريت يا بطال يا ريت يا بطال ده ما شاء الله سلاميكا جولباط راعدوكو فلوس كتير اا جبولنا رئيس لجنة حكام اجناني ده احنا طالبنا من الموضوع ده كتير قوي يعني كلام بقى كتير كلام كتير كلام كتير الناس كنهم الظلموا يعني يلا من مؤمن الله اللي مسكين المنظومة الرياضية كلها النهاردة الأستاذ أمير المرتضى منصور المشرف العالم على فريق الأول لكرة قدم الزمالك وزي ما بعيد وقرر لكم ان صدر قرار من مجلس دارة بتعيين أمير المرتضى منصور مشرف عالكورة ولا أعرف سببا لأن منصور المرتضى مقلوش ضمن القرارات اللي قالها في المؤتمر الصحفي ولكن يعني عزانا أنه هو هيستلم المهمة يعني من بكرة بالحاجة فأمير مرتضى قال إن تم الاستقرار على اسم المدرب العام والمدرب المساعد تم الاستقرار على اسم المدرب العام والمدرب المساعد والصناء الجديدة هكونين موجودين مع كاتلون خلال الفترة القادمة وقال كمان إنهم هديكوا تلميحة كده عنهم وقال إنهم سيكونان من الوبوه الجديدة ولم يعملها من قبل في النادي وزي ما من المراعات لظروف الفريق واحتياجاته خلال الفترة الحالية أنا معرفش يعني رأي أمير إيه أو رأي المستشار أو المجلس إيه في النوم يكونوا وجوء جديدة وليه ما يكونش وجوء قديمة وليه ما يكونش أسام النبيه وليه ما يكونش الشيشيني وليه ما يكونش يعني فيه ناس كتير محترمة أو أنا كل حال ربما يكون مثلا يقصدوا مثلا محمد صبري مثلا ربما يكونوا يقصدوا مثلا مثلا خلال نشوف إنهم يبقى عندنا مدرب عام ويبقى عندنا مدرب ولا بسيوني السلامة ملئ جد أعزمك على حتة عزومة ملئ جد لو طلعب حميد بسيوني يعني عزومة بقى نحلمش بيها يا رب بكل خير ننزمها لك على كل حال يبقى هم استقروا على اسم المدرب العام والمدرب المساعد وقال الأمير إنهم من الوقوع الجديدة اللي مشتغلوش قبل كده في النادي وذلك لمرعاة ظروف الفريق واحتياجاته وكل التوفيق كل التوفيق كان بعض الأصدقاء بيقولوا إن رئيس الفيفا جه القاهرة كان الكلام ده منتشر من يوم الثلاث بعدين الاربع بعدين الاربع بالليل كان أحد الأصدقاء بيكتبوه وطلبنا بنصص محمد فضل لنتأكد ما كانش فيه حاجة واصلة وبعدين بنصص محمد فضل بالليل أكد لي إنه هيمصل النهاردة بالفعل وصل للقاهرة رئيس الاتحاد الدولي كرة القدم واستقبلوا أشرف صبحي وانتقلوا إلى مشروع الهدف في 6 أكتوبر اللي تم افتتاحه اليوم بشكل جديد وحضر مجموعة كبيرة من أسرة قرية القدم واحتفال الجميل وأعضاء في الاتحاد الأفريقي وأعضاء فيه طبعا إن دعفينه فيه الجمالة الأممية الاتحاد الأفريقي ما تشتغل حاليا في مصر وبكرة تقريبا بكرة فيه اجتماعات الجمالة الأممية كمان تم توجيه العدد من أندية الدول الممتاز ورموز كرة القدم المصرية للحضور الأكتفالية بس طبعا كالعادة لم يواجهوا أي دعوات للمسيشان ورطالة منصور الرئيس الاتحاد الدولي إنفنتينو قال إن القاهرة هي عاصمة كرة القدم وإن كل ما بيقابل حد مصري بيقابله أنت بتشجع الأهل والزمالك وقال إنه سعيد جدا بالتواجد في مصر وبالاحتفال الكبير وعمل مؤتمر صحفي وقال أني أعتبر حاليا إنني في عاصمة العالم والقاهرة عاصمة كرة القدم وأنا أذهب لدول كبرى مثل أمريكا وأسأل معظم الجماهين المصرية هل تشجع الآدي أم الزمالك وقال أنتوا في مصر المفروض تكسبوا كل المباريات بسبب وجود تلك الإمكانية الكبرى خلال الفترة الأخيرة رئيس الفيفا كمان لعب ماتش ودي وارتدى فنين لت أو قميص المنتخب مصري خلال مباراة استعرضية كانت جميلة ورائعة دي المعلومات عشان ما حدش يقول أنه جاي عشان المتخب ولا جاي علشان مجاهد ولا جاي علشان مرتضى ولا جاي علشان الملفت فقط للنظر هو ظهور شخصية كريهة ضمن الأعتفالية وانتوا عارفون هو مين وكان مستخب بتاعت السليل في اليوم اللي فاتت ولكن ظهر من جديد في هذه الأعتفالية شوف أسرع واحد يقول اسمه أسرع واحد يقول اسمه لا أما الوزير كان موجود أنا قلت اسمه من جايد كان موجود ده دول عادي يا أبو ريادة يا أستاذ محمد دي براو عليك هان يا أبو ريادة ظهر وبعمل ينزع نفسه هنا يمين وينزع نفسه إزا شمال مع أنه بقله فترة مستخب والبعض قال إنه هو أربعان خارج مصر ظهر بشكل مستفز ظهر بشكل مستفز هو جاي عشان الاجتماعات بتاع الجماعية العامية للتعادل الفريخي وافتتاح مشروع الهدف بعد تطويره بس قد إيه جه المصر هو والست اسمه إيه المحترم أمين عامل فيفا ومازال موضوع المرتضى منصور فيه كلام كبير وكلام خطير يعني معاني يا أبو ريادة المرتضى منصور رئيس نادي الزمالك برضه قدامك فرصة تقابلهم وتوسع المعلومات وده بقى منهاش علاقة بقى بقى بيش هتشتكى اللي بتاع قعد اشتب معهم شاي ووصل لهم معلومات لأن الموضوع مرتضى منصور موضوع كبير قوي جماعة موضوع كبير قوي كبير قوي 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 ياريتني أقول لكم بعض الحاجات اللي فيه ارفع لايكات تسمع المفاجئات ده بالنسبة للإنفلتينة النهاردة ودعت أعمال الجماعة عمية للنادي الأهلي طب خلينا قبل ما ندخل في النادي الأهلي خلينا عشان نعم فاكرين قصة الطفل معاز فاكرين قصة الطفل معاز والصورة اللي انا حطتها من كمين 4-5 سيهم حاجة زي كده وبيبكي للأحداث التي حدثت من بعض صغار النفوس في مباراة الزمالك والبنك الأهلي وتكلمت أنا قلت قلت أنا مش هتكلم عن العيبة بس أنا هتكلم على إني لازم يبقى في تحقيق وفجأتي من بعض الناس اللي كنا نحسبهم يعني يعني مش موضوع فجأتي اللي فيه بعد الناس بتهاجمني هو بي مش هارس أبو طلع في التليفزيون وأبو كذب الموضوع يقال له يا جماعة السؤال هاي وابده يبكي محرور قلبه ده طفل يا جماعة مش عايز أتكلم أنا عندي الحقيقة مش عايز أتكلم فاكرين انت الموضوع أنا مش من نوع اللي أحب أرجع وأكد أي معلومة بس أسمعك مع بعض الوضع إيه إيه حصلت أنا قلت أنا قلت رأيي في البرنامج بس ما قلتش أي حاجة اللي قلت زمانك بس يعني اللي تلع منه يعني عصلت كده حاجة بس كده عمله معك النهار لأنه زماني بس ما قلتش يعني مقصدش إنهم عملو ده كان مش بسايا اللي مقصدش أي حاجة ما عملها بس اللي هم عملو يعني انت خيك من ايه؟ بس يعني حد قالي إنه ما من جاهل فعاد المطش ده تاني وأنا محب بالحضور ده جدا بس هم قالوا لي مش هتيجي تاني قالوا لي اللي قالوا كله مش عايز بك تيه اللي هبق كله اللي هبق كله ولا كبتن محمود وكبتن أبانا لأ أو حد قالي إنه قالوا كله جمعها لكن إنت مش تجيه ماشي تاني بصيرها وإنه أنا عايزة يتنظرهم بس أنا فردو مش عايزة أنا عايزة يتنظرهم أدو لي سامعين أدو لي سامعين أدو لي سامعين في أي ساعة في أي حد فيه بس مرس أدو لي سامعين المزاعة بتقول ليوباما ولا اللي عايبة كلها يعني يا ناس يا ناس بطف يا ناس بطف يكلماك ماس كل عطف وإنك زملكة وتحب يا زاميل بطف عايزة يتكلم بس عشان تكن كنت يعري ألا كنت يتكلم بس عايزة يتكلم بس عشان نحن يحبدي المسكودي جدا من الصوعة قال قالي يعني كل شهاء قلت يمكن يحضر معايا في أول بعدين لقتهم كلهم جاي يقول لي نفسك خبر هل ناس كل عطف كنت كان أحبق انك زملكة كنت تتكلم أيوة كنت معصد فتقصدش خالص اه اطلعت اصلا عشان برنامج عشان الناس صح تكلم باح يعني بيضو انت الناس كل عاقل ان الجاملتور بحث جايك تتكلم بيضو عشان ايه انا كان يعني اقول الكلامي يعني انا مقصدش ان او قدي اي ساعة اي العيب لا يتسملك الله العيبة كبيرة قدي اي قدي ساعة بس يعني اوما خدوها كده زي اللي وصل على ووصل على وكده طب انت قبل الموت يعني انا اكتفل اكتفل اذا قادر عشان برض اقترام ان اذا اطفل وياريتم قريب منه كنت ادعمت ونفسيا ومعنويا اه انا بس ايه ايه بقى جبت الفيديو ده انا عارف بحضرتكم مثقفين وتسعة وتساف المية ناس اه وعيين ولكن انا بس عايز اللي يدخل لقارة الجارية ويسمع لقناة الجارية وهو بيسمع اي حد بيعمل لايف ولا بيحب واحد تاني بيعمل لايف ولا بيعمل اليوتيوب واقطع ماتكيش تنطط علينا خليك عنده ماتكيش نصدق كلام واحنا هنا قبل ما بنقول المعلومة بنتحسس فيها جدا خصوصا لو هتضر اسم اللاعب حتى الناس كتبت على التكس اسماء اللعيبة اللي زعلوه انا مسحتها بنتحسس جدا بس سهل علينا الطفل وعايزين نواجه رسالة للإدارة اعملوا تحقيق وعايزين نواجه رسالة للعيبة لا احنا ممكن نردحكو وممكن نغزقكو ماتكرهوش مستقبل الزمالك في الزمالك يعني لما اقفش هيديني وقت يعني انت كمان هيديني ترميك مش تقوله مش العب اللي بايدر ياما التانية مش عزينيش عفوش اكنا انا بس ايه انا مش من نوع اللي بحب دايما اؤكد على المعلومة بس يعني حبيت عشان لقيت كتير الناس عملت هاجمي اصل ابو نفى اصل ابو نفى اصل ابو نفى ات بتعمل مع قناة الجريق مو انسى من اللايفات والهجازات اللي تتتفرج عليها دي ارجوكو لما اتتعامل مع قناة الجريق اهترم المعلومة اللي بتقولها لقناة الجريق خصوصة ان احنا مامل راكش في حد خصوصة احنا لما بنتكلم بنتكلم بحساسية جديدة قلنا بس عشان بكاء الطفل احنا بنكرمه بحط صورته احنا قلنا عشان بكاء الطفل بنقول مطلوب تحقيق لازم كل واحد يلم نفسه ويحترم نفسه دول مستقبل الزمالك افشا بقى غالي عند جمهور الزمالك على فكرة حركة بسيطة المسلماني بقى غالي عند جمهور الزمالك حركة بسيطة صورته مع شكبالك فالاخوة اللي بيحاولوا ان هم يبقوا في سباء على التكست مع المعلومة اللي بلقولها اصبر تكسب وتستفاد حضرتك بقى بتاخد معلومات من الفيسبوك ولا من واحد صاحبك بتعليف اصله صاحب واصله صديقي وقال المعلومة خليك عنده احنا مش عايزين دي خلات المثقفين دي خلات المثقفين حضراتكم انتو اللي بيعضي يجيب معلومة هنا تساين في المية بسرق المعلومات من هنا ومن هنا احنا بنحاول نعمل ثقافة ايه بنحاول نعمل ثقافة كان واحدة اتكلمنا على الماتش كتير في البداية النهاردة ارجع بالشرط الاحمر اللي برا شوية وقولي رأيها في الكلام اللي انا قلت يا ريت الرأي اللي انا قلت لكل عجبك فبعيد وقرر ليه ده طفل صغير ده مستقبل نات الزمالك ده عشق ريزة مالك برغم من افشد دالو التيشرت طلع اتكلم على الزمالك كواس اوي طلع اتكلم احسن من مئة ألف واحد بيعمل وبيعمل يوتيوب بقوله ان هو زملكاوي يعني انتو شفتوه في الحوار مع شالابوك احسن من مئة واحد بيطلع في قناة الزمالك احسن من الف واحد بيهرتل في اللايفات الفيسبوك احسن من تسعة تلاف واحد اهل اول زملكاوي بيطلع في يوتيوب وبيقول الناس اللي شافوه دول عالي لعب كويس لعالة الزمالك بتقوله مش اطلع بره هلا العب بعيد وقفش هيدون اتشرت خلاص انسى يا صاحبي انسى مستقبل الزمالك انسى مستقبل الزمالك ربنا يهد النفوس والنفوس كذلك تفهم ان كل شيء وليه موضوع النقطة تانية ازا اكلمكم فيها وفرصة كده ان احنا مع بعض وصل بس موضوع اتكلمنا مبارح على موضوع القناة الزمالك محضرتش ليه المؤتمر الصحفي المستشار مرتضى منصور والقناوات التانية محضرتش ليه علمنا من شاهد عيان حضر المؤتمر الصحفي ان المستشار مرتضى منصور هو الذي منع قناة الزمالك وهو الذي منع القناوات الاخرى من الحضور ده يا شاهد عيان بده خص بالذكر قناة الزمالك هو واخد موقف من قناة الزمالك ورفض دخولهم رفض دخولهم بس شفنا بالليل خالد الغندور اتكلم كويس عن المستشار شفنا تقرير في القناة اخبارنا على الحاجة زي كده اتكلم كويس عن المستشار شفنا وشفنا 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 مستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الاعائد بحكم ربنا وبحكم الخضاء مد يده بالصلح مع محمود الخطيب رئيس المجلس دارة النادي الاهلي وقرر انه يكرم الفسدة اللي تولوا اللجان السابقة ناشي لقرارك وده موضوعك بس رجاء زي ما انت بتفتح ايديك وحضنك لاعدائك وتفتحهم بقى القناتك وتفتحها للزمالكوية ومنعش نخلص على بعض بس دي رسالة اكيد مفهومة مع ان لك كل الحرية انت والناس المحترمين انه تغير تشير ابو العيلة تحط فلان تشير فلان تحط فلان تشير فلان تحط فلان تشير ابو العيلة تحط فلان ناخد مواقف عادي القناة يبقى القناة في حتة وهو في حتة الرجل يعني بتاع الكاميرا بتاع القناة اللي راه يحضر وهو ليش اي زنب هو مش رئيس القناة ولا هو ليصدر القناة دا راجل يتمنع الام يزقه ويكرسه يعني التصرفات مش لا طريق لا طريق ابدا من الناس كبار فتحت حضنها لمحمود الخطير وفتحت حضنها للناس اللي يدمروا الزمالك لا يليك نفتح بقى حضنها لبكل صفحة جديدة انا معاك حلو قوي وكلام عظيم وكلام محدش يقدر يتكلم فيه النقطة التانية او النقطة الاخيرة مش اخبار الاخيرة ولات النقطة الاخيرة في هزر الملف مستشار مرتضى نصول كان هنا قد بكرة مع الصفحات والجربات واللايفات والتيوبارات والبتاع مين اللي هيقاله الناس دي اهلاوية لزمالكوية بما عارفين ان جوبات الزمالك مقترقة عارفين ان في هافرة من الليافات عن الزمالك وهم سبوا ولعنة وسنسافرين مرتضى منصور والبديئات موجودة عارفين ان ناس بتطلع بتاعهم الليافات عن الزمالك وهم قالو اهم كان تم هرجع وانسوا هو غير ناس عارفين ان فيه ناس بتطلع في الصفحات والجربات واللايفت قالوا ان مرتضى منصور كان مديهم فلوس حشان يعمل موضوع ابو سنيدا اذا احياء المعاهم بقى يعنيだ ضحك على مرتضى مصور وقال له ان دول هما الناس الزمالكوين المخلصين اللي كانوا وقفين في صفق في الفترة اللي جاية ده هي جات من عند ربنا وفاة المستشار الجليل الراحل اللي زتوفى أمس المستشار جلال إبراهيم انه يأجل الاجتماع عشان يفكر شوية لانه مرتضى هوائي يلا بقى نقعد ونجهز لهم اكتشارتات ونجهز لهم الظروف وندخل في قصة ملاهاش اي لازمة اهدأ خلي واحد عين واحد من المسؤولين اللجنة الاعلامية اقول له رجع للملفات الناس دي واسأل عليها كويس والناس اللي كانت مخلصة لها طول الوقت جيبه جيبه اه انا قلت الكلام ده اوستاذ ابرامتول انا قلت انا قلت الكلام ده منذ خليل فمش معقولة الجربات والصفحات كلها مخترقة اقول لكم في الناس بتطلع بتقول الله يا فاطب والله العظيم في حوارات مسجلة منهم من بعض فضح المستشار ان هم كانوا اخدين منهم فلوس على موضوع المسنينة والله اعلم الحقيقة فيه انت رجع تقعد مع مين نفس القصة ونفس الحكاية وانت اخدتها قبل كل الظرف من مرتضة ومرتضة كان بدينك اقول لأ اقول لأ مش عارف ايه طيب اقول لام ولادك يا مرتضة لام بتوعقالات الزمالك اقعد مع الوسيس فاتح سند اقعد مع خريط الغندور حتى لو هتمشيه انا ما بقولوش شغالهم على فكرة انا ما بتأخدش القرارات انا بقوله قعد معهم ما تخسرهمش اقول له يا خيرت شكرا لع الفترة اللي فاتت احسنت ولكن احنا محتاجين من غير الدم في القناة ربنا وفقت اكلم لك رئيس محطة تشتغل معا القناة دلوقتي مش هتساعك معلش الجمهور بيطلبنا للتغيير وانشيلك بس نمشي اصدقاء زي ما قال على موضوع بالشرق وضربنا له تعظيم سلام يعني اتمنى ان الكل يعملوا رفريش بان فيه ناس بتعلق على موضوعاتنا اتكلمت عليها قديمة اه اتمنى الكل يعملوا رفريش يا ريت انا كمان اعمل رفريش فقصة ان المستشار اللوعد مع يلا نفتح الباب في الصالة وندخل عشرات ولا مئات من الناس اه ده كرام مش نزبوط طب الاستاذ ابتسام تقول خالد وتفتح سند باعه مرتدى طيب والخطيب عمل ايه طيب واحسن لديد ايهما اشرف الخطيب ولا فتح سند استاذ ابتسام ايهما اشرف عمل حضرتك ما اعرفش والله يسأله يا استاذ جودة انما انا مش مرتدى منصور ده شيء يخصه لا 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 استاذ احمد ابحمد مع التنامي متقدير حضرتك حضرتك ما تعرفش قيمة فتح سند فتح سند طبعا ومرتدى منصور لو خلص فتح سند هيخسر كتير قوي الصحية مش تصفيد حسابات يعني فتح سند ولا الخطيب فتح سند ولا الحسن لبيب فتح سند قامة وقيمة كزم الكاوي كزم الكاوي وكصح فيه الدولة قالت شيء مرتدى يمكن هو حافظ على القناة من النيار اضمع بعض مش لازم فتح سند اشتغل مش لازم فتح سند اشتغل انا ما اقولش اشتغل غيره ولكن ما تغلطش فيه ما تقولش عليه لقيم مرتدى منصور فتح قلبه الى الخطيب واسمه ايه ده رئيس اللجنة اللي فاتت حسين اللبيب والناس دي افتح قلبك الكل او افتح قلبك الكل ده فتح قلبه الكالترون يا جماعة فتح قلبه الكالترون فمن هنا يعني دوركو دوركو انه منسيبش مرتدى منصور يغلط دوركو انه نجمع الزملكوية دوركو انه هنا يكون فيه ثقافه وعيه فيه احنا مش خطيعة الناس التانية خطيعة الخطيب بيطلع حد من عنده بتاعه بيعمل لهم عايزينه احنا مش خطيعة احنا ناس مثقفين انت رسالة مرتدى منصور فتح قلبه الجميع افتح قلبك للجميع ولكن غيطر وشير يا سيد فتح السلب وعين بداله ابن اختك اللي هو الحارس بتاعه ده شيء يخصك ولكن ما تقولش عليه اللقين لا اعتاب شديد ما قلش صديقي حسين اللبيب وبفتح ايض الخطيبة والخطيبة انها بتعز الدنيا كلها حتى عز العمال ومعزكش ما ردوش باي اشارة على الدعوة اللي انت عملتها ما ردوش فتحياتنا طبعا من المستشار المرتدى منصور وبعض كلامنا بيعجبوا وبعض ما بيعجبوش البعض ببيت فهموش ولكن احنا ثقافاتنا ثقافة مختلفة شوية واحنا مش بنهاجنا والله والله العظيم منحبه ومش عايزينه يدمر كل اللي عمله بأمانة كده وخدوها اكتبوه عندي عندوكو في الاجنده اللي احنا كنا متفيقها فيها زمان لما كنت بقسم لكم ان مرتدى يرجع وقال لكم اكتبوا 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 وفتكروا الحلقة اللي عملتها من السبت وقلتلكو الامر موجود مرتدى هيعود بعض والهرترى الناس عمليون كلها يوم الخميس انا بقول لكم لو مرتدى جاي يخلص حساباته هيسقط في الانتخابات السبيق ربنا كبيري مش قصة عمتارة مش قصة عمتارة لو جاي يصفح حساباته ويشتم ده ويعمل ده هيسقط او بتظهر له مخالفات تانية اما لو جاي فتح صفحة حلوة مع الكل وكلام حلو مع الكل ولم ولاد ولم الزمال كويه وانقذ الزمالك ويسنه من خطيب ينسى الخطيب بلا خطيب بلا مصالحة بلا بتاعه ينسى حسنة بيب يتنجش يكبر ينسى رئيس اللجن الابيه يطلش يمشي كارترون ويزبط ويدموا ولاد الزمالك مش لازم يشغلهم تعالوا نقعد كلنا اجتماع كلنا بدلا ما يقعد مع صفحاته وجرباته تعالوا يقعد كل رموز الزمالك ونقعد ونقعد مع بعض مش لازم يبقى فاروق جاعة في الصورة دلوقتي رايح يروق على جنب بس انت لو في حاجه هستشيرك اي كلام فأي عب سلام وياخد المخلصين الناس الرجالة الحلوة وياخدهم معا مش عمالين حط ايدينا في الخطيب انت بالخطيب هتحط ايديه هتلاقي لما ارزى في حاجه في ايديك نقصه منشها في الحوار بتاع الخطيب كان لاب الساعة كان لاب الساعة في الحوار بتاعه كان لاب الساعة في الحوار بتاعه بشكل غريب انه ممكنش لاب الساعة تحياتا حضراتكم هنو متفقين ان شاء الله في الاحتفالية بتاع وياخد خلات الجريء يوم 28 هنبعته ساعة حاط ساعة حاط على كل حال النهاردة بالنسبة للنادي الاهلي النهاردة كان فيه اول يوم في الجامعية العمية لنادي الاهلي لم يكتمل الاجتماع الاول لجامعية العمية لنادي الاهلي اليوم الخميس بعد ان سجل 539 عضو فقط في اليوم الاول ليتم بذلك تأجيل اعمال جامعية العمية لانتخاب مجال صدر الجديد الى غدا الجمعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني انتخابات الاهلي بتشهد تنافس بين عشي مرشح على خمس ملاصب وهي الرئيس والنائب وأمين الصندوق والعضوية فوق وتحت السن بدأ فتر تسجيل حضور الاعضاء اليوم الساعة 9 الصبح وحتى 7 بالليل واللواية بتنص على حضور 50% من الاعضاء زائد واحد في اليوم الاول وده شيء مستحليل يحصل يعني في اي نادي في مصر ومن اليوم التاني انه العدد 10% او مش عارف خلص الاف عضوة اي يوم اقرب يحضروا في اليوم التاني كل الناس عارف ان الجمعة بتتم الجماعية العمومية بالتوفيق للشرفاء وربنا خلصنا من المرتشين احلى حاجة ان بعد سنوات طويلة يظهر اليوم محمود الخطيب رئيس مجلس الدارة النادي الاهلي حتى الام حتى زي الساعة ورئيس مجلس الدارة النادي ويعترف بالهدايا والتبرعات التي حصل عليها من تركيا الشيخ طول الوقت كان بيستخده طول الوقت ما كانش بيظهر في اي حاجة ويأعلن عن كده جاء النهاردة بعد ما اتزنق وفي اعضاء كتير قالوله اين الساعات اين التبرعات اين الهدايا المالية والعينية رحوا فين كان عنده ندوة في مقار النادي الاهلي في الجزيرة واحرجوا الاعضاء وقالوله فين الفلوس فين التبرعات فقال لهم انه هناك قرار بالمجلس الدارة بخصوص مصير عزية التبرعات من عام ونصف خلوا بالكوا عشان انا بيعديش حاجة قرار المجلس الدارة من عام ونصف لو تفتكروا ان الموضوع ده كان تقريبا من عامين ونصف او ثلاث اعوام حاجة ذا كده كان اكتر من كده بكتير يعني مع الساعات دي اكيد يعني انتغيرت وتبدلت مئة الف مرة يعني وتبعت وتعملت وتعمل وقال ان النادي عند اصارت هذا الموضوع استقبل في ذلك الوقت خمس جهات رقابية من الدولة لجنة من وزارة الشباب والرياضة ولجنة خبراء الكسب غير مشروع ولجنة من الرقابة الادارية ولجنة من الجهاز المركزي المحاسبات ونيابة الاموال العامة وكل هذه الجهات قامت بمراجعة المبالغ والهدايا الموجودة في خزمة النادي والمستندات والاوراق الخاصة به وكذلك الادراءات الادارية واجمعت كل هذه الجهات على صحة موقف النادي ومجلس ادارته وقال ان تسلم النادي من نيابة الاموال العامة العالية شهادة تؤكد ذلك الاهل والمسؤولين يفعلون الخطأ وهم ليسوا في حاجة الى هذا طيب انا هواف هنا نقطة وقولوا استوب في شخص راح خد رشوة في شخص راح خد رشوة بغير حق الدنيا هاجت عليه وقاليك يا حرام يا مرتشي يا بتاع الهدايا يا اللي بتاخد بتتكسب من وظيفتك اللي هي تبقى وظيفة عام العام يا حرام يا نصاب بتاخد هدايا بالملايين وبتاخد فلوس ورشايا بالملايين انت لازم تتحاسب فعندما هاجت الدنيا قرر انه يسلم الحاجات دي لخزينة المكان اللي هو بيشتغل فيه هل هذا الشخص كده يبقى عامل حاجة صح ولا هو كده لازم يتحاسب على فعليته الاولانية لانه بسبب جبله وخوفه ورعبه من قوله يلبس كلابوش راح حط الحاجات دي في خزينة النادي طيب الفعلة الاصلية الفعلة الاصلية راح تفين الفعلة الاصلية السرقة الرشوة التربع ما هو لو لو واحد نضيف انا بتكلم عن الشخص اللي انا بحكي تقص عنه لو نضيف ساعد محد بيدي له الرشوة دي او بيدي له الهدية دي او بيدي له اللازل يلا يستحقه يقول له ااسف حبيب قلبي انا ما اقدرش ااخد انا راجل في العمل العام ااسف ان انا السلم ان ما هو استلامها والبسها وظبط نفسه وعد يوم واثنين وثلاثة واسبوع وعشرة ايام وشهرين وابتع لحد ما الراجل الكفيل مش عايزين نقول اسمه عشان احترمنا الاخواتنا في السعادية فضحهم بفيديوهات وقال لهم متسجرين بالفيديو ومتصورين صوت وصورة حرمية كل وقت فيكو دخل وفيه اللي قال ومراتي يعني فيه الناس خلت ساعات قالوا ونحجف الديد بقى هدخل ايدي فاضية والله هذا حصل هذا حصل فعمل مديني واحدة حريبة كمان وخد ومشي ونمس واددلع وفيهم البعض باعها وقال مش عارف اذا كان حي ولا ميت قاعدوا مجلس الدرق السابق بالنادل اهلي مش فاكر اسمه ايه فازاي بعد ما تعدت الشهور وبعد مصاحب الهدايا فضحهم لا نعمل نفسنا شرفة يا جمهور الاهلي يا عضاء جماعية عموية في الناد الاهلي دي ناس بتتربح من شغلها في الناد الاهلي طب لو لا لو لا الخلاف اللي حصل بينهم وبين الاستاذ سوكا الشيخ ما كانش اتكشفت العملية ده هو اللي فضحهم موطور كالشيخ ده معترامي يعني للسواديين عامل زي العيل لا انا بقول معترامي للسواديين يعني فضحهم لا انا بتكلم على اجهاد الغزالي على اجهاد الغزالي معرفش توفى تالي انا بتكلم على اجهاد الغزالي انا بتكلم على اجهاد الغزالي انا بتكلم على اجهاد تلك الشيخ عامل زي الطفل انا مش بشتمد على فكرة دي حاجة كويسة فيه تلك الشيخ عامل زي الطفل بس بيفضح الناس وبيصورهم وعاجات كده فكيف بيلاقي عليكم يا اجهزة الدولة اللي بيقول الخطيب ان جت خمس اجهزة من الدولة ان انتوا متحسبوش على الفعل ازاي خدت ده فيه فيه حاجة عندنا مثل بيقولك ما ما خف يك انا اعظم تلك الشيخ فضحهم طب الناس التانية ما بتضحهمش انتوا عارفين ما اي حد بيروح اي دولة عربية بالذات لو هو المكورة قبل كده بيتميني من الهدايا انا كان ليا سفرية مع الكابتن محمود البواري رحمة طلع عليه انتوا شرفت يعني ان انا اكون معاه في السفرية دي كان سفرية التكريم والله كاراتين مش كاراتين العادية عارفين الكاراتين اللي بي اللي هي قد المكتب كاراتين مليانة هدايا كل ما روح بس الناس كده بتهرف عليه هدايا كاراتين هدايا فهموا بلكوا مثلا الخطيب ولا نجوم في الاهلي ولا كاراتين رجعنا كاراتين من الهدايا مع الجار رحمة طلع عليه والسفرية دي ما كانش ساعاته هو مسج المتخد ولكن هو نجم مشهول والعرب بيعشخونه انتوا عارفين يا سيد انا انا ساعات بنزل دول عربية والله دي ما بطفع فلوسه المطعم بالعافية اقسم بالله بس عشان انا مصري اقسم بالله يعني في المطعم بس ويشوفوني مثلا يكونوا يشوفوني في التليفزيون او يعرفوني او من اللهجة والله باتخانق علشان ادفع الفوسه انا ما احبش ان انا عادي يعني فموليكم بقى مع الخطيب اكيد يعني انت رجعين هي جاد على الساقة الاجهزة دي لازم حد يصححها يفهمها الخطأ تم بالفعل انت رجعته من الجبن انت رجعته من الجبن من الخوف انا بقول كلام صح ولا كلام غلط انا بقول كلام صح انا ما احبش سيلة حيسيلة بيبا يا سيد ابرائيب مع محبتي ديك يعني كلام صح ولا كلام غلط سيد احمد الاسواني جاء اوه سمعت القانون الجديدة سيد احمد الاسواني والسيد احمد الاسواني واستشار الاسواني حاولنا لك قضية النهاردة لو تدع قالك انا كنت بتعشة وما سمعتهاش نعمله مداخلة في اخر البس وكلكم تسألوه وانا مش هتكلم سمعت القانون الجديد اوه احد يقوله اوه احد يقوله خلينا اجيبه بيكسب علشان يتحاسب وهو في الكرسي علشان يتحاسب وهو في الكرسي المقعد رئيس النادي ولنا حديث بعد ذلك وللدولة حديث معاه وبكرة تفتكره مش هيكمل مدته وهيتحاسب قصة فيه حاجات كده ربنا كده كده كبير وبيكشفها فيه حاجات حلوه كده ربنا بيبقى ما بينساش حد ويا ريت رجاء مننا كده باسم حضراتكو رجاء من مصرشان مرتضى منصور ما مدش ايده تارين احسن هم كسفوه الدين بيحب جولي خات الشيط من الاول الى اعلام احمد موسى من المسل انبطحت وتخضت بعد عودة مرتضى منصور بعد ما كان بيقول الكلام واحش قوي تلعا مبارح اضحك مع احمد موسى يأكدولي على سماع الصوت و سماعنا وضوعه بكتابة الله فوق الجميع احمد موسى خرج مبارح و قال انه شخص excellent مع مرتضى منصور وقول انه دايما يعني بيتكلم عن الزمالك و عن مرتضى وفق على القانون و قال ان ما يعنيني وانلي شعهم السهوية مريتك حتى انه في عند وجود المشاكل مع مستشار المرتاد او غيره من شكابالا أول حاجة لأن شيكابالا طلع مع عمرق دي تفاكرين الفيديو للمستشار المرتضى منصول قال له أنه وزع لده من شيكابالا عشان طلع مع عمرق دي هل ممكن يتسلح المرتضى منصول مع أحمد موسى يلا على كل حال المستشار المرتضى منصول وجه لجمهور نازل زمالك العظيم والسيدات والسادة أعضاء اليامية الممي للنازل زمالك رسالة اليوم وأهل فيها نظرا لوفاة أخي الأكبر وأستاذي ووالد المستشار ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس مجلس درق ووفاة معالي المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ولحزننا جميعا على فراقه وأصبح من الواجب أن نتخذ القرارات الألاتية احتراما لمشاهر أسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة وهي ملايين الزمالكوية من الجماهية الوفية التي أسعدها هذا الرجل بالبطولات التي حصتها النادي في عهده واحد إعلان حالة الحداد في النادي لمدة ثلاثة أيام اثنين أن يرتدي اللعبون شهر سوداء على زراعهم في مورات اليوم التي تقام على أرض المقاولين وماتشي خلص طبعا وشوفنا اللعبة حبتين إشارة ثلاثة أن يقف الفريقان وطقم الحكام دي أحداد ومش عالف الأقوى اللي شافوا ماتشي الأهلي هل لعبت الأهلي يقف دي أحداد ولا لا يريد تكتبه على التكتس أربعة تقام صلاة الجنازة على الروح المرحوم المسجد الكبير الواقع داخل النادي واخر جثمانه من النادي وهذا ما تمه بالفعل تأجيل زيارتي ودخول النادي العظيم الذي كان محدد لها اليوم الساعة 6 مساء إلى يوم الخامس القادم يعني مرتضى منظور هيدخل النادي بعد أسبوع إذن تأخر دخول النادي أكتر من عشر تيام تقريبا وهيكون يوم الخامس الجاي الساعة الخامسة مساء لأنه لا يريق أن يقيم لأعضاء النادي وعضواته والموظفين والعمال احتفالية كبرى من نسبة عودتي إلى النادي وانتصار الحق ونحن جميعا نشهر بالحزن على فقدان رمز كبير من رموز النادي كمان تأجيل لقائهم مع الأفاضل المسؤولين عن صفحات الميديا واللي كان محدد لها الجمعة 26 نوفمبر الساعة 4 العصر إلى يوم الجمعة القادم برضو الساعة 4 العصر وإني فيه سرادق هيكون المقفول له معاني المسجد جلال إبراهيم يوم الأحد إن شاء الله في شارع الملك فاروق داخل النادي من بوابة جامعة الدول العربية رحم الله الفقير واجعل مسواجد فيه سر صغير كده عن المستشوى المرتضى منصور قالقني ووكل قلبي ومحتاج أني أناقشو معاكو النهاردة يا أجمل ناس في الكون ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا شكرا شكرا